تمكنت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالامدية من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تمشط عبر مختلف ولايات الوطن مختصة في سرقة زيوت محركات من إنتاج لمعمل تكرير المواد البترو كيميائية لفائدة شركة نفطال بطواطئ مع سواق لنقل البضائع العاملين بالشركة الوطنية للنقل البري المتعاقدة مع الشركة الضحية نفطال حيث مكنت العملية النوعية من حد أكثر من 120 برميل زيت محرك ذات سعة 200 لتر وشاحنة بمقطورة ومركبتين إحدهما تستعمل للنقل المسلوقات لإعادة بيعها لتجار التجسئة والأخرى تستعمل لفتح وتأمين الطريق للشاحنات نحو الورشات بالإضافة إلى حجز عدة معدات وتجهيزات مع كشف ثلاثة مستودعات تستغل كورشات سرية اثنان منها بولاية المدية وواحدة بولاية الجلفة العملية مكنت من توقيف سبعة أشخاص من أفراد الشبكة ينحضرون من مختلف ولاية الوطن وبالأخص من الغرب الجزائري أين تم يدعوهم الحبس المؤقت فيما تم تحديد هوية خمسة أشخاص مشتبه فيهم متواجدين في حالة فرار